ومنذ سنوات يقوم الجيش التركي بمضايقة جهود استكشاف النفط والغاز القبرصي وكان أسوأ حادث في مارس 2018 عندما أرغمت السفن الحربية التركية سفينة تعاقدت معها إحدى شركات البترول على التخلي عن محاولات الحفر شرق الجزيرة تعنت تركي يأتي رغم اعتزام الاتحاد الأوروبي تعليق المفاوضات الرامية لإبرام اتفاقية للنقل البحري وتقليص المساعدات للأنقرة وهي عقوبات ستؤثر بصورة خطيرة في الاقتصاد التركي الذي يعاني أصلا انكماشا خطيرا ومن قبر السئلة اليونانية يستمر استفزاز تركيا لجيرانيا حيث جددت مقاتلات تركية انتهاكها للمجال الجوي اليوناني وقالت وكالة أنباء يونانية إن أربع مقاتلات تركية من نوع F-16 و F-4 حلقت على ارتفاع 16 ألف قدم فوق عدة جزر شرق بحر إيجا ترجمة نانسي قنقر